أولاً لازم أشكر ضياء رشوان على إدارة الجلسة الأولى وعلى المؤتمر الصحفي شكراً يا ضياء كنا بنتكلم على الإذاعة حيتم الاتفاق على مدى هل ستكون جلسات الحوار كلها مذاعة على الهواء ولا كل اللجان يعني يوم 19 هيكون فيه اجتماع آخر يتحدث بقى عن اللجان والتنصيق وإيه اللجان اللي هتكون موجودة وما إذا كانت هذه الجلسات ستكون مدى على الهواء ضياء قال رأي الشخصي أن أتمنى أن تكون كل هذه الجلسات مدى على الهواء مدى على الهواء يا جماعة مش يعني في التلفزيون يعني أونلاين يعني تفتح كده في صفحة الحوار تجد أن الجلسات أونلاين والله يا جلسة السياسة كذا جلسة المحبوسين كذا جلسة الاقتصاد كذا فتقدر أن أنت تخش وتتفرج أو أنها تبقى مسجلة والناس تشوفها قال أنا أتمنى أنه وده كان أمنية ضياء رشوان ولكن قال أترك هذا القرار بديمقراطية شديدة أترك هذا القرار للجمع ولمجموع مجلس الأمناء مرة أخرى أهم حاجة خرجت من هذه الجلسة الأولى واحد لا مساسة بالدستور 2014 كل اللجان وكل ما سيقوم سيقوم على إعمال مواد الدستور وضمن مواد هذا الدستور لا وجودة لجماعة الإخوان ولا لمن لم يعترف به دستور 2014 الحقيقة أنه مستشار محمود فوزي القائم بالأعمال الأمانة الفنية أو الأمين الفني لهذا الحوار قدم نتائج الأوراق وصلتنا حوالي 100 ألف مشاركة شكرا